ويعدي الوقت لحد ما يجي وقت العصر ويرجع فرس البيت وهو قلبه مفتور من الحزن السلام عليكم يا أمي وعليكم السلام أهلا أهلا بالغالي جيت في وقتك يا حبيبي عاوزك في حاجة مهمة جدا تسلم يا حبيبتي أنا بس هستأذنك هدخل قطي بس عشان تعبين ومش هقدر أكل حاجة وعاوز أنا مشوية ما هو لو أنت عرفت عاوزك في إيه هتفضل صحرا للصبح ومش هتنام أبدا وسحتك هترجع زي الحصان للدرجة دي وأكتر كمان تعال يا حبيبتي وسواني وثلاث فارس وحبيبة وصدمة حبيبة دكتور فارس ها إيه رأيك في المفاجأة الحلوة دي فارس بتأسر أحلى مفاجأة يا أمي أنا أصلا مش مصدق نفسي وكان لسه يكمل كلامه بس أطعو كلام حبيبة حضرتك مامة دكتور فارس أنا ما كنتش أعرف ولا أعرف إن ده بيته عشان كده أسفل لازم أمشي استني بس يا بنتي هفهمك كل حاجة أنا مردتش أقولك من الأول عشان عارفة إن انت هتتحرجي ومشاطر دي تيجي معي لو عرفت إن مامة فارس بس ما تقلقيش أنا على وعد معك إن الشقة الفجر اللي تحت هتعود فيها ودي حاجة بسطة بنقدم اعتذرنا بيها عن اللي قاله لك ابني فارس أيوة يا حبيبة أنا أسف جدا على اللي عملته معيك كان نفسي اعتذر لك بس خفت ما تقبلش أسفي وتسامحيني وكمان اعتبر نفسك في بيتك زي مامة قالت لك وكأني مش موجود منسامح حضرتك طبعا يا دكتور فارس بس أنا مفيش بس انت دلوقتي خلاص بقتي من علتنا ومن نهاردة بإذن الله هعتبرك بنتي حبيبة بوبوكا أنا بجد مش عارفة أشكركم قد إيه ربنا يبرك لي فيكم أنا مش مصدق إن لسه في ناس طيبة بالشكل ده ممكن تساعد واحدة ما تعرفوش وما تعرفش عنها حاجة يا بنتي ربنا بيدبر أمورنا من فوق سبع سماوات من حس لا نشهر ولا ندري وبيصخر ناس لناس وكمانا اللي يا نظرتي في اللي قدامي بفضل الله ومتأكدة ان انت طيبة وبنت حلال وبصت لابنها اللي كان مساحي مطير من الفرحة ولا إيه يا فارس فارس بنت باه ولا إيه يا ماما أصدقه طبعا انزلي يا حبيبتي دلوقتي إزبقيني وأنا جيدك هجيبلك لقمة كليها وحاجة تلبسيها حاضر يا طنت متشكرة لحضرتك نزلت حبيبتي ولات اللي كان هيتسحب وراها وينزل بس ما سكته من قفاء خد يد هنا رايح فين رايح هشوفها لو محتاجة حاجة اللي أم بتريها رايح تشوفها لو محتاجة حاجة دا انت معرفتش تقول كلمتين وانت واقف معايا أما اللي وحدك هتعمل ايه فارس ببلاية أطفال هعمل في رخبانيه بتقولي إيه يا وايه قلبس بجنيه اترزع يا أخرة صبري وما تتحركش من مكانك ولا تهوب نحيد الشقة تحت بدل ما البت تشفش مننا بسزكتك ديه اللي ما وردتش على حد فارس بصدمة تدفش ايه دا انا ما صدقت خلاص هاعد دا حكت الأم على ابنها ونزلت تشوف حبيبي ويعجي الأيام والشهور لحد لما اوقف يا ابني حاولتني من كتر روحك وجايك الآن الآن أو يومي دا انت قلقتني أنا شخصيا ولسه مكملوش كلامهم سمعوا صدبكاه الحمد لله يا رب الحمد لله لما ادخل اتطمن عليها كان لسه هتدخل لقيت اللي دخل وراها انت رايح فين يا واد انت دخل اتطمن على حبيبة يا رب الصبر من عندك يا رب هتفضل كده على نيتك لحد امتى اترزعين وما تتحركش من مكانك الا لما نجي عليك سامع فرز ببلها طيب بس اتغنان عن نونو بس بس اتغنان عن نونو واللم النونو يا اخر تصابري انا فهمك يا واد وخبزاك مكانك وما تتحركش دخلت وقفلت الباب في وشه الف الف مبروك يا حبيبتي الله يبارك في حضرتك يا طنت بنت زي الامر اللهم بارك ولا لون العينين اول مرة شوف زيه ربنا يحفظها من كل سوء بصي كده يا حبيبتي والاول مرة بتبص يا حبيبة بنتها وفي عيونها انا انا العيون جهر فيها كويس والله ما عملت حاجة والله ما عملت حاجة واخمة عليها وهي مسكة البنوتة الحقني يا فارس الحقني يا ابني وبعد ساعة بتفوق حبيبتي حبيبتي انت كويسة ملك يا بنتي الف سلام عليك تخدنا عليك فيك حاجة حسة بحاجة طيب بصيت اليوم حبيبة بحزن من غير ما تحاول ترد بولا كلمة لانها مش قادرة تحرك لسنها يا حبيبة من فضلك رج علينا خلينا نتطمن عليك بصيت الام الحبيبة بتفاهم وحست من خلال كلامها قبل ما يغم عليها انها رجعت لها الزكرة عشان كده قالت لابنها ما تقلقش يا ابني هي كويسة الحمد لله بس اكيد من قطر التعب مش قادرة تكلم خد بس انت البيبي واعمله اللازم وانا هشوفها لو احتاجت حاجة فارس بقلق حاضر يا امي خرج فارس بالبيبي اما الام قربت منها وقالت لها اتبضلي سكتة كده كتير يا حبيبتي قولي قولي اللي عاوزة تقوليه ما تكتميش في نفسك انا عارفة ان ذاكرتك رجعتلك اول ما شفت عيون بنتك ومع الكلمات ديت نزلت دموع حبيبة بانفجار بدون توقف ايوة طط رجعت رجعت بكل انا محصرة من اللي كنت فيه وعيشة فيه احكي احكي يا حبيبتي سمعك بداية حبيبة تحكي لها كل حاجة حصلت لها ومن كترة تأثر الام باللي حصل لها باكت معيها وهي بتقولي نفسها واضح كده من ردت فعله ان جوزك ده بيعزك قوي بس مش عارفة ليه حاسة قلبي بيقول ان دي خطة معمولة عليك عشان توقع ما بينك وابيله وراح اتقيل لها الله ينجيك يا بنت يا رب ما تقلقيش يا حبيبتي انجهتك في عنينا ومش هنسيبك ابدا بس خايفة خايفة يتعرض لك في يوم الايام لو شايفة لان ما تنسيش برضو ان احنا قريبين مش بعد عنه طيب حضرتك شايفة الحل ايه الحل انك تلبس من قوة وهو ستروعفة ليك يا حبيبتي يا ريت يا ريت يا طنط انا نفسه البسه من زمان واقتدي بامهات المؤمنين بس بكت بأجل الخطوة دي بس خلاص كفاهية مش هأجل اكتر من كده بإذن الله تعالى ربنا ينور قلبك يا حبيبتي يا رب مش عاوزة تشوفي بنتك بقى ولا ايه ساكتت حبيبة وم ردتش او عاكي او عاكي يا بنتي تكراهيها عشان ابوها لا طبعا دي مسكنة ملهة الزم الله يرد عنك يا بنتي يا رب ويبرك في عقلك حس كده بقى ناتي فارس حمد الله على سلامتك يا حبيبة ملحقتش اقولهلك عشان كنت تعبانة مش دلوقتي احسن الحمد لله الحمد لله شكرا لحضرتك يا دكتور فارس ممكن بس نتويني جوائرية الله هتسميها جوائرية اسمها جميل قوي اوه فعلا اسمي جميل كان نفسنا لو جمنا بنت نسميها بيه فارس بقى لا نفسكم تسموها مش فاهم حولت الام تغير الموضوع عشان التوتر اللي حصل مش برضو جوائرية اسم الزوجة من زوجات النبي عليها صارت والسلام اوه يا تنت عليها افضل الصلاة والسلام خير ما اختارتي يا بنتي وتاني يوم بيخرجوا من المستشفى ويرجعوا البيت بقولك يا حبيبي كنت اعوزك في حاجة كده اتفضل يا امي بص يا ابني انا لازم اقولك على كل حاجة عشان تكون على نور من الاول بخصوص حبيبة لان الحاجة دي بالذات ما ينفعش خب عليك فيها فارس بقى لا اتفضل يا امي قلقتيني حبيبة رجعت لها الزكرة وهي متجوزة فارس بصدمة عمره ايه متجوزة ايه يا حبيبي وبدأت تحكي لي كل حاجة وراحت ايلله هيا ابني مستعدة تعمل ايه دلوقتي فارس بقى لما يقطع قلبه انا وسؤال النهاردة بيقول اكتبونا حاجة عن جويرية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وممكن تعملوا سيرش وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة بنعتذر لكم على التأخير عشان كنا بنخلص لكم القصة التانية كاملة اللي هتلاقوها فأول تعليق مسبت بإذن الله ما تنسوش بقى يا احلى اخوات لو عجبتكم قصتنا تضغطوا لايك وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا